دكتور مجلس الأمن للمرة الثانية يصوت على القرار اليوم هل من أمل أن لا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو؟ ستكون مفاجأة كبيرة إذا لم تستخدم حق النقض الفيتو تقديري أنها ستخدم لكن هذا مهم جداً أن يطرح دائماً مشاريع قرارات لوقف العدوان على غزة وأيضاً هذا الأمر يحرج الولايات المتحدة الأمريكية ليس من السهل عليها في كل مرة في كل أسبوع أن تستخدم حق النقض الفيتو ضد وقف اطلاق النار سيماً أن استطلاعات الرأي وربما تبعت ما نشرته نيويورك تايمز أمس حول استطلاع الرأي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقول أن شعبية بايدن قد تضررت كثيراً نتيجة دعمه للعدوان في غزة والأكثر من ذلك أن شعبية تضررت كلما نزل السن المصوطين بمعنى لدى الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقريباً تقريباً أن شعبية بايدن قد تضررت كثيراً أكثر منها في السن الكبير وبالتالي هذا مؤشر على أن رأي العام الأمريكي يرى أن سياسة بايدن انتجاه العدوان على غزة ودعمه اللامحدود لإسرائيل هو أمر خطأ ويجب تصحيحه وبالتالي هذا الأمر عندما يستخدم حق النقد الفيتو مرة أخرى ويشكل مظلة للعدوان الإسرائيلي على غزة هذا يعني أن بايدن عملياً يؤثر أكثر سلباً على شعبية الأنباء تأتي من نيويورك بأن هناك محاولات حتى تمتنع فقط الولايات المتحدة ولا تستخدم الفيتو لا تصود بالموافقة ولكن تمتنع عن التصويت هل يمكن أن يكون ذلك مجدياً مع الولايات المتحدة؟ يعني أشك في ذلك أشك في ذلك لأنه إذا امتنعت عن التصويت القرار يصبح نافداً وبالتالي يعني وكانها صوتت مع نعم اشتداد القصف خلال الساعات الماضية ورفح تستهدف التي كان يتم الدعوة للذهاب إليها يعني يبدو أن اليوم كان من الأيام العنيفة جداً التي استخدم فيها إسرائيل القوى الشديدة في أكثر من منطقة في الشمال كانت هناك عملياً مجازر في رفح، في خنيونس، في المعسكرات الوسطى، في الشجاعية التي يعني لا يوجد هناك مراسلين ولا يوجد أخبار كثيرة تخرج من هناك ولكن واضح أن هناك معارك طاحنة تدور لماذا؟ أعتقد أن إسرائيل تدرك أن انتهاء المرحلة الحالية من الأدوان أوشكت على الانتهاء وأن الوقت المحدد لها على وشك النفاذ وبالتالي هي تكثف من عملياتها لحسم بعض الأمور قبل أن تضطر إلى إنهاء هذه المرحلة من الأدوان وسحب قواتها البرية على الأقل من أغلب من غالبية المناطق المتواجدة فيها الآن إليك دكتور سوفيان هل من تعليق على هذه التصريحات إن كان لوزير الخارجية أو للرئيس الأمريكي؟ يعني وزير الخارجي الأمريكي هو عملياً يحاول أن يوازن من ناحية هو كأنه يقول لإسرائيل أننا مع أن تستمر في العدوان على غزة بمعنى حتى القضاء على بينغوسين على حماس وعلى قوتها العسكرية ومن ناحية ثانية يتحدث عن ضرورة أو يجدد دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين وأن على الولايات المتحدة أيضاً هي أن تقدم تنازلات بهذا الصدد ما هي التنازلات التي ممكن أن تقدمها الولايات المتحدة؟ هو الضغط على إسرائيل وإجبار إسرائيل على قبول أشياء لا تقبلها المشكلة ليست في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل أو لا تقبل المشكلة في الولايات المتحدة أن تقتنع أنها يجب أن تمارس الضغوط الكافية لإسرائيل إلى أن تجبرها على القبول بحل الدولتين هذا لا يتناقض مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إنهاء المرحلة الحالية من العدوان وأعتقد أن إسرائيل تهيئ الرأي العام لديها بقبول هذا الأمر لأن أمس في جلسة الحكومة وزير الأحد الوزراء في الكابينيت الأمني المصغر قادة عيزنكوت وهو كان رئيسا للأركان سابقا قائد للجيش قال أن من أجل الحفاظ على الشريات الدولية في ردي على استفسار أحد الوزراء قال من أجل الحفاظ على الشريات الدولية يجب أن ننتقل إلى المرحلة القادمة من الحرب المرحلة القادمة وقف العمل بالشكل والحالي والانتقال إلى العمليات الجراحية ما هو المقصود بالعمليات الجراحية؟ عمليات محددة ضد أهداف محددة دون أن يكون هناك تواجدا للدبابات الإسرائيلية ولكن هذا لا يعني أنه وفقا ما يقولون أن يكون هناك اقتحامات برية إذا تطلب الأمر ذلك ولكن الخلاصة أن الرأي العام من الإسرائيل أصبح جاهزا أن القوات الإسرائيلية ستنسحد من غزة أو من غالبية المناطق أنا أعتقد باستثناء شريط حدودي مؤقتا سيحتفظون به والمجتمع الدولي لن يقبل به ولن يقبل بهذا التواجد وبالتالي ينتقلون إلى المرحلة القادمة المجتمع الإسرائيلي بدأ يسلم أن القوات ستنسحب دون أن يكون هناك أو بدون أن يكون خلال المرحلة الثلاث أسابيع القادمة إذا كان الحديث هو عن ثلاث أسابيع فقط أو أسبوعين دون أن يكون هناك إنجازات حقيقية على الأرض تحققها إسرائيل تعود فيها للشارع الإسرائيلي تقول أننا حققنا هذا العمر وبالتالي جاهزين لهذا الإنجاز لذلك رأينا في بداية حديثنا كان محاولة فهم لماذا هذا الضغط العسكري في الشمال وفي خان يونس وفي الشجعية بالأمس كانت الأحاديث تبدو قريبة حول موضوع الهدنة وحتى إسرائيل تحدثت عن أربعين مدنيا يتم الإفراج عنهم وكانت أيضا من جانب الفصائل الحديث حول فكرة الهدنة أو التهديئة أو وقف إطلاق النار اليوم بن يمينة تانيوة تحدث على أن الحرب مستمرة الرئيس الأمريكي يقول لا أتوقع الإفراج عن الرهايين خريبا ولكن الولايات المتحدة تضغط هل هو في إطار الحرب الإعلامية أم حدث تغير ما بين الأمس واليوم؟ يعني هو لم يحدث تغير مصلحة نتنياهو أن يكون هناك حديثا متواصلا عن موضوع الهدنة مرتبطة بالمناسبة في موضوع التبادل الأسرة ليست مرتبطة بوقف الأدوان مرتبطة بتبادل الأسرة نتنياهو من مصلحة أن يكون هناك حديثا متكررا عن الهدنة عن تبادل الأسرة وأن هناك تقدما ولكن حتى بايدن يقول أن الأمر ليس قريبا لماذا؟ لأن بايدن يطلع من خلال رئيس السي اي اي على تفاصيل هذه المحادثات ويدرك أنها ما زالت طويلة ربما استمعنا إلى تصريحات قيادة حماس وقيادة الجهاد الإسلامي في أكثر من مناسبة خلال هذا اليوم وجزء منهم من هذه القيادات وموجود في القاهرة بأننا لن نقبل هدنة مؤقتة لأيام وإجراء عملية التبادل على النمط الذي كان في السابق نحن نريد وقفا كاملا إنهاءا للعدوان الإسرائيلي على غزة وصفقة كاملة يطلق فيها صراح كل الرهائد مع اطلاق صراح كل المعتقلين أعتقد هذا الأمر ما زال بعيدا جدا كان هذا السؤال هل هذا وارد؟ أنا أعتقد أن هذا صاد لذلك الأرجح إذا كان هناك إمكانية هو أن يكون هناك رغم كل التصريحات أن يكون هناك هدنة مؤقتة وإجراء عملية تبادل لإطلاق صراح مدنيين إسرائيليين ومرضى ونساء مقابل إطلاق صراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية على أن تكون هذه المدة وإسرائيل يعني على أنهم جاهزين لو بشكل غير رسمي لأسبوعين لاحظ أنه في البداية في المرحلة الأولى عندما كانت عملية التبادل الأسرى إسرائيل كانت تتحدث عن خمس ساعات عن عشر ساعات عن يوم عن يومين بمعنى كان لديها صعوبة كبيرة أن توافق على خمسة أيام للهدنة مقابل إطلاق أكثر أكثر من مئة وعشرين أسير ومحتجز اليوم إسرائيل تقول نحن جاهزون لأن تكون الهدنة لمدة أسبوعين والحديث عن أربين فقط من المدنيين ومن كبار السن وهذا يعني أن هناك تغيرا في الموقف الإسرائيلي في اعتقادي هو تغيير ناتج عن أولا الفشل في تحرير أي رهينة أو معتقل على قيد الحياة والأمر الآخر هو ناتج عن الضغط الشعبي من قبل أهالي الأسرى بالذات على الحكومة الإسرائيلية بضرورة أن يكون هذا الأمر أولوية أمر التبادل الأسرى أو إطلاق صراحة الأسرى أولوية قبل أن يكون هناك أي شيء هناك بيان للقسام يتحدث على أنه خلال الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة تم تدمير إحدى وأربعين آلية عسكرية كليا أو جزئيا وقتل خمسة وعشرين جنديا وإصابة العشرات من الجنود بإصابات متفاوتة كما تم استهدافة القوات المتواغلة بالقدائف والعبوات في مناطق التحصينات وأيضا تم عمليات قنص استهدافت أحد الجنود وبعض العمليات الأخرى إضافة إلى الرشقات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة إذن ما زالت المقاومة موجودة على الأرض أين هي إذن مصلحة المقاومة؟ هل في هذه الهدنة التي يتحدثون عنها ما بين أسبوع إلى أسبوعين؟ أم ما تصر عليه هو الوقف الكامل في هذا التوقيع؟ يعني هناك اعتبارات كثيرة يعني أكيد أولا في مقاومة مقاومة شديدة ومقاومة عنيفة في كل المحاور المتواجد فيها القوات الإسرائيلية والتي تتقدم أو تحاول أن تتقدم مهما كانت قوة الجيش وإمكانياته وقدراته وتكنولوجيا هو لا يستطيع أن يقاوم رجال لديهم الاستعداد أن يتحدوا هذه الآلة العسكرية الكبيرة ولذلك هناك خسائر كبيرة دائما عندما يكون هناك حرب إصابات مجموعات صغيرة حتى وإن كانت أصلحة متواضعة تواجه جيشا كبيرا يعرفون المنطقة جيدا يعرفون خبايا مهما كان هذا الجيش لديه القدرات والتكنولوجيا هو يتعرض إلى إصابات وخسار وهذا ما يحدث لا شك أن تفكير من هم موجودين أنا أتحدث عن قيادات الفصال من هو موجود خارج الغزة يختلف عن تفكير من هو موجود داخل غزة من حيث الظروف لا أقول أن هناك خلافة إيدولوجية أو خلافة سياسية أو أن هناك صراع للقوة والآخر كل هذه السيناريوات ولكن الظروف تختلف بمعنى أن في غزة هناك حسبات في الخارج هناك ضغوطات وهناك ضغوطات شديدة نفهم هذه النقطة دكتور سوفيان إذن هذا هو الجناح العسكري في غزة والجناح السياسي في الخارج مدى التوافق على المرحلة القادمة بين الجانبين ممكن أكيد فيه اتصالات بشكل أو بآخر هناك اتصالات ربما يكون هناك رؤية مختلفة حتى الآن الموقف الظاهر هو موقف واحد بمعنى لم يصدر من غزة بيانات ما يتعارض مع الموقف في الخارج ولكن أنت لا تضمن كيف تكون المفاوضات ونتائجها يعني ليس بالضرورة أن هذا الموقف أنا شخصيا أعتقد لأن هذا الموقف أننا لن نقبل لأن هناك فائدة يعني عندما يكون هناك صحيح أن وقف العدوان هذا أمر مهم جدا ولكن لم يتوقف العدوان وبالتالي هناك فرصة لأن تكون على سبيل المثال هدنة لأسبوعين يلتقط الفلسطينيون أنفاسهم ورأينا أن بعد الهدنة الثمانتية أن الذي تغير هو كان لصالح المقاومة أن الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي أكبر بمعنى أن الذي استفاد من الهدنة أكثر هي المقاومة أكثر منها من الاحتلال الآن لماذا لا يتكرر هذا السيناريو نفترض أنا أتحدث أنه هذه ميزة إيجابية الميزة الثانية هو إطلاق صراحة معتقلين لهم سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية ومحكمين أحكام عليه بمعنى من يتخذ القرار عليه أن يوازن بين أفضل الخيارات أو الأصعب الخيارات والأقل صعوبة بالنسبة للجهاد وحماس الجهاد تتكلم على الكل مقابل الكل حماس في المرة السابقة وفقط بهذه الأعداد مقابل أعداد أخرى هل هناك اتفاق أيضا حول هذه النقطة بين الجانبين؟ يعني أعتقد أن هناك اتصال دائم تواصل دائم بين قيادة الجهاد وقيادة حماس في الخارج وأعتقد أن هناك أيضا اتصال في غزة الاتصال ميداني بين الطرفين وأعتقد أنه إذا كان هناك صفقة جديدة أعتقد أنها ستكون صفقة مشتركة كما حدث في المرة الأولى كتورة سوفيان أبو زيداء الوزير الفلسطيني الصادق شكرا لوجودك شكرا لوجودك